هو أول من حي الرسول صلى الله عليه وسلم بتحية الإسلام والذي قال في حقه الرسول صلى الله عليه وسلم ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء من رجل أصدق من أبي ذر وها أنتم هؤلاء عرفتم من هو إنه جندب بن جنادة المكن بأبي ذر الغفاري في وادي ودان الذي يصل مكة بالعالم الخارجي كانت تنزل قبلة غفار وكانت غفار تعيش من ذلك النزر اليسير والنزر اليسير هو الشيء القليل الذي تبدله لها القوافل التي تسعى بتجارة قريش ذاهبة إلى بلاد الشام أو آيبة منها وربما عاشت من قطع الطريق على هذه القوافل إذا هي لم تعطيها ما يرضيها وكان جندب بن جنادة المكن بأبي ذر واحدا من أبناء هذه القبيلة لكنه كان يمتاز منهم بجرأة القلب ورجاحة العقل وبعد النظر وبأنه كان يضيق أشد الضيق بهذه الأوثان التي يعبدها قومه من دون الله ويستنكر ما وجد عليه العرب من فساد الدين وتفاهة المعتقد ويتطلع إلى ظهور نبي جديد يملأ على الناس عقولهم وأفئدتهم ويخرجهم من الظلمات إلى النور ثم تناهت إلى أبي ذر وهو في باديته أخبار النبي الجديد الذي ظهر في مكة فقال لأخيه أنيس انطلق لا أبا لك إلى مكة وقف على أخبار هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي وأنه يأتيه وحي من السماء واسمع شيئا من قوله واحمله إليه ذهب أنيس إلى مكة والتقى بالرسول صلوات الله عليه وسلامه وسمع منه ثم عاد إلى البادية فتلقاه أبو ذر في لهفة وسأله عن أخبار النبي الجديد في شغف فقال لقد رأيت والله رجلا يدعو إلى مكارم الأخلاق ويقول كلاما ما هو بالشعر فقال له وماذا يقول النس فيه فقال يقولون إنه ساحر وكاهن وشاعر فقال أبو ذر والله ما شفيت لي غليلا ولا قضيت لي حاجة فهل أنت كافي عيالي حتى أنطلق فأنظر في أمره فقال نعم ولكن كن من أهل مكة على حذر تزود أبو ذر لنفسه وحمل معه قربة ماء صغيرة واتجه من غده إلى مكة يريد لقاء النبي صلى الله عليه وسلم والوقوف على خبره بنفسه بلغ أبو ذر مكة وهو متوجس خيفة من أهلها فقد تنهت إليه أخبار غضبة قريش لآلهتهم وتنكيلهم بكل من تحدثه نفسه باتماع محمد لذا كره أن يسأل أحدا عن محمد لأنه ما كان يدري أن يكون هذا المسؤول من شيعته أم من عدوه ولما أقبل الليل الطجعة في المسجد فمر عليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه فعرف أنه غريب فقال هلما إلينا أيها الرجل فمضى معه وبات ليلته عنده وفي الصباح حمل قربته ومزوده وعاد إلى المسجد دون أن يسأل أحد منهما صاحبه عن شيء ثم قضى أبو ذر يومه الثاني دون أن يتعرف إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما أمس أخذ مضجعه من المسجد فمر به علي رضي الله عنه فقال له أما آن للرجل أن يعرف منزله ثم اصطحبه معه فبات عنده ليلته الثانية ولم يسأل أحد منهما صاحبه عن شيء فلما كانت الليلة الثالثة قال علي لصاحبه ألا تحدثني عما أقدمك إلى مكة فقال أبو ذر إن أعطيتني ميثاقا أن ترشدني إلى ما أطلب فعلت فأعطاه علي ما أراد من ميثاق فقال أبو ذر لقد قصدت مكة من أماكن بعيدة أبتغي لقاء النبي الجديد وسماع شيء مما يقوله فانفرجت أسرير علي رضي الله عنه وقال والله إنه لرسول الله حقا وإنه وإنه فإذا أصبحنا فاتبعني حيث ما سرت فإن رأيت شيئا أخافه عليك وقفت كأني أريق الماء فإن مضيت فاتبعني حتى تدخل مدخلي لم يقر لأبي ذر مطجع طوال ليلته شبقا إلى رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ولفة إلى استماع شيء مما يوحى به إليه وفي الصباح مضى علي بضيفه إلى بيت الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ومضى أبو ذر وراءه يقفوه وهو لا يلوي على شيء حتى دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو ذر السلام عليك يا رسول الله فقال الرسول وعليك سلام الله ورحمته وبركاته فكان أبو ذر أول من حي الرسول صلى الله عليه وسلم بتحية الإسلام ثم شاعت وعمت بعد ذلك أقبل الرسول صلى الله عليه على أبي ذر يدعوه إلى الإسلام ويقرأ عليه من القرآن فما لبيث أن أعلن كلمة الحق ودخل في الدين الجديد قبل أن يبرح مكانه فكان رابع ثلاثة أسلام أو خامس أربعة ولنترك الكلام لأبي ذر ليقص علينا بنفسه بقية خبره قال أبو ذر أقمت بعد ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة فعلمني الإسلام وأقرأني شيئا من القرآن ثم قال لي لا تخبر بإسلامك أحدا في مكة فإني أخاف عليك أن يقتلوك فقلت والذي نفسي بيده لا أبرح مكة حتى آتي المسجد وأصرخ بدعوة الحق وسط قريش فسكت الرسول صلى الله عليه وسلم فجئت المسجد وقريش جلوس يتحدثون فتوسطتهم وناديت بأعلى صوتي يا معشر قريش إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فما كادت كلماتي تلامس آذان القوم حتى دعروا جميعا وهبوا من مجالسهم وقالوا عليكم بهذا الصابع وقاموا إلي وجعلوا يضربونني لأموت فأدركني العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم وأكب علي ليحميني منهم ثم أقبل عليهم وقال ويلكم أتقتلون رجلا من غفار وممر قوافلكم عليهم فأقلعوا عني ولما أفقت جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأى ما بي قال ألم أنهك عن إعلان إسلامك فقلت يا رسول الله كانت حاجة في نفسي فقضيتها فقال إلحق بقومك وخبرهم بما رأيت وما سمعت وادعهم إلى الله لعل الله ينفعهم بك ويؤجرك فيهم فإذا بلغ كأني ظهرت فتعال إلي قال أبو ذر فانطلقت حتى أتيت منازل قومي فلاقيني أخي أنيس فقال ما صنعت قلت صنعت أني أسلمت وصدقت فما لبث أن شرح الله صدره وقال ما لي رغبة عن دينك فإني قد أسلمت وصدقت أيضا ثم أتينا أمنا فدعوناها إلى الإسلام فقالت ما لي رغبة عن دينكما وأسلمت أيضا ومنذ ذلك اليوم انطلقت الأسرة المؤمنة تدعو إلى الله في غفار لا تكل عن ذلك ولا تمل منه حتى أسلم من غفار خلق كثير وأقيمت الصلاة فيهم وقال فريق منهم نبقى على ديننا حتى إذا قدم الرسول المدينة أسلمنا فلما قدم الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة أسلم فقال عليه الصلاة والسلام غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله أقام أبو ذر في بديته حتى مضت بدر وأحد والخندق ثم قدم على المدينة وانقطع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واستأذنه في أن يقوم على خدمته فأذن له ونعم بصحبته وسعد بخدمته وظل رسول الله صلى الله عليه يؤثره ويكرمه فما لقيه مرة إلا صفحه وهش في وجهه يوبش ولما لحق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى لم يطق أبو ذر صبرا على الإقامة في المدينة المنورة بعد أن خلت من سيدها وأقفرت من هدي مجالسه فرحل إلى بادية الشام وأقام فيها مدة خلافة الصديق والفاروق رضي الله عنهما وعنه وفي خلافة عثمان نزل في دمشق فرأى من إقبال المسلمين على الدنيا وانغماسهم في الترف ما أذهله ودفعه إلى استنكار ذلك فاستدعاه عثمان بن عفان إلى المدينة فقدم إليها لكنهما لبث أن ضاق برغبة الناس في الدنيا وضاق الناس بشدته عليهم وتنديده بهم فأمره عثمان بالانتقال إلى الربدة وهي قرية صغيرة من قرى المدينة فرحل إليها وأقام فيها بعيدا عن الناس زهدا بما في أيديهم من عرض الدنيا وتمسكا بما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه من إيثار الباقية على الفانية دخل عليه رجل ذات مرة فجعل يقلب الطرف في بيته فلم يجد فيه متاع فقال يا أبا ذر أين متاعكم فقال لنا بيت هناك يعني الآخرة نرسل إليه صالح متاعنا ففهم الرجل مراده وقال له ولكن لابد لك من متاع ما دمت في هذه الدار يعني الدنيا فأجاب ولكن صاحب المنزل لا يتركنا فيه وبعث إليه أمير الشام بثلاثمائة دينار وقال له استعم بها على قضاء حاجتك فردها إليه وقال أما وجد أمير الشام عبدا لله أهون عليه مني وفي السنة الثانية والثلاثين للهجرة استأثرت يد المنون بالعابد الزاهد الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء من رجل أصدق من أبي ذر إنه الصحابي الجليل جندب بن جنادة المكنب أبي ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه ورضي الله عن الصحابة أجمعين وسلام على المرسلين ونخص بها صاحب الصدق الأمين والحمد لله رب العالمين